أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتميز العلاقات البحرينية التايلندية وما وصلت ليه من تقدم وتطور على مختلف الصعود منوها سموه بالدورة الذي تقوم به مملكة تايلند في دعم علاقات التعاون بين الدول الآسيوية وتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية العالمية وأكد سموه في هذا الصدد على النجاح الذي حققته القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي الذي عقد في مملكة تايلند مؤخرا والتي شارك فيها ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بدورها في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الدول الصديقة وخصوصا على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وبحث الفرص المشتركة وخلال لقاء سموه في قصر رفاع سعادة السيد تشايبان يامرو بمناسبة تعيينه سفيرا لمملكة تايلند لدى المملكة أعرب سموه عن خالص تعزيه إلى حكومة وشعب مملكة تايلند الصديقة في وفاة الملك بوميبول أدوليا ديغ حيث أكد سموه دعمه للسفير بما يسهم في تسهيل مهم عمله وتمنى سموه لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية تعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البحرين وتايلند خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية من جانبه أعرب سعادة السفير التايلندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي على ما يبديه سموه من اهتمام في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين